اشتركوا في القناة 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 لكي لا يغبنوا ماذا يتحلوهم وتقدروا المبتدئات يقدرونها وحتى المحترفات يقدرونها هنا نعاود نشكل الكوريات التاوعية ونعطيهم الشكل الدائري بعد هنا اجبت هذا البول كان فيه القليل من الزيت نحاول نغمز كل الحبات لما يكون لديه زيت خوتتي نحاول فقط نضيف المسحة من الزيت وحطي هذو كل الحبيبات كما نضيف المسمن ونضيف الرقاق ونخلوه هكا هنا كانت اخر حبة ثم نجيب هنا كيس بلاستيكي يكون نضيف او ورقة زبدة الشفاف الغذائي نغطوها هكا ونخلوها فقط 10 دقائق ترتاح بعد مرور 10 دقائق هذا هو البولك 10 دقائق نخلوه كل مرحلة تريح 10 دقائق لها كانت الزيت اللي بقالي حوالي 4 ملايق كبير من الزيت لها 4 ملايق كبير من الزبدة المدابة خلط كل شيء مع بعضه جبت هنا الكورية الأولى حطيتها على سطح العمل اللي كنت تدهمتها بالقليل فقط من الزيت لا تكترون الزيت بس كنت مغمسة في الزيت القليل فقط إلا كانت فيها رفدتكم هذيك الكورية الزيت بزيف تبقى هنا يتحلو في الكورية تاعكم كما نحلو المسمن على الطريقة المعتادة والطريقة المعروفة نحلوها كل حبيبة العجين حتى للرقوها ويقول لنا سطح العمل يبان مهم جدا حاجة أساسية أنكم الحواف تكون رقيقة جدا الحواف أكدوا للأول الحواف أخواتي وإخواني رقوهم مكسيمو حتى لا تجدوا مشاكل في البوراك ويقوموا بإمكانكم في وقت وجيس على بركة الله نضيفها واحد القليل من هذا المزيج الزبدة والزيت حتى نطلق معايا كما نجدار الزيت بزيف في سطح العمل ونحلوها على سمك رقيق جدا لا أريد أن تقطعها بعد ذلك نحلوها بعد ذلك خليط الزيت والزبدة حتى نعطينا توريق من بعد بإذن الله ونكمل في الحبة المسمن ونلويها على شكل مربع نجعلها ترتاح ونحلوها بإذن الله هنا بنفس الطريقة نحلل في الحبة الثانية حتى لا نطول شاريكم حاولت ماكسيموم نسخفف لكم الآل فيديو في الحبة الثانية بحية حتى نضيفه حبة ونحشية في الحبة الثانية بحية التوريق أكثر لنضيفها من الزيت والزيت ونزيد هذه الحبة ونحن هنا هنا نحطتها على الوجه المقفول ونعود تقلبتها ونحط هذه القفلة من تحته ومن الفوق تكون قفلة جديدة أو غلقة جديدة انا فقط هذه الملاحظة ثاني ادوها بعين الاحتبار بش من بعد ما تنحللكمش بلعتها نحطهم خليتهم يرتاحوا عشر دقائق ما بلا كملت كل الحبات عطتني هنا ربع حبات كبار هنا مسحت راكم تشوفوا مباشر مخر لكم هات الخطوة مسحت سطح العمل جيدا من الزيت هكا بش ما يكون شم زيت غادي نرفض هنا يا حبة ونحطها فوق سطح العمل ونقنحل فيها هكا بدون استعمال الزيت والزبدة هنا فقط هكا لانها راه يدخل فيها هاتك المزيج من الزيت والزيت ونبقى نحل فيها على السمك ما يكون شرقيق حتى يبالكم سطح العمل وما يكون شغلات يكون متوسط المهم تكون رقيقة شوية هكا بالصح ما تبالكم ش هكا سطح العمل بشي قدرنا هاتك التوريق هنا راني نحل هكا ثاني هنا عمرت بها الكلافة اللي قدرناها هنا قلت لكم حاولت الماكسيموم نجري الفيديو بسكو طويل هنا يوجد هذا الكرتون تعقايي ولا تع دفتر قلعت منه او القياس طول 15 سنتيمتر والعرض كانت 12 سنتيمتر صنعت هذا الكرتون كيف نديرو العبسات القريوي وشو نديرو المهم هنا راني حطت الحشو التاعي بهذه الطريقة خلو هنا هاتك الاسباس هكا في القدن ومبعد الحواف حاولوا ترقوهم ماكسيموم نعود نقولكم وهنا تلوه هكا على الحبيبات الحبيبات البورك عفونا على الحشو حتى يتحصلوا على شكل سيغار بها الطريقة كما هكا وهنا ايه تقعدوا هكا تطعوها شكل متناسق تساعدكم بزيساف العجينة قا ما تغبنش قا ما تخافوش منها اعودوا هنا ايه تاني اديروها بنفس الطريقة ان شاء الله الفيديو تعلومي الدقاع الاستحسان ان شاء الله تعجبكم وصفة اليوم تجربوها وبإذن الله نردكم وصفات تكون في متناول الجميع في مرحلة مرض بإذن الله ان شاء الله لا يشافي كل مؤمن وكل مؤمنة بإذن الله تعالى احنا راح نواصل كما هكا حتى لكم الحبات تقاع ونحطوها في بلا ما يكون لمدهن لبز زبدة لبز زيت لا مرشوش بالفارينة يكون فقط ثانية فقط ها هي حطيت هاد الحبيبات اعود ان نريد لكم انها المقطع تحدث لي ترفضوها غرب شوية تحطوها وتعودوا تسجموها لقد تبعدوا بين الحبات لانهم ينتفخوا في الفرن ينتفخوا غاية في الفرن بعدوا بيناتهم شفتوا ما فيها لا خميرة لا بيت لوالو حتى في الاخر ما فيهمش البيت هنا يا اخواتي انا بغت نديرهم بدون بيت انني اندهنهم بشوية زبدة المدابة بالنسبة الاخوات اللي مي بوشك على البيت و اللي تبغي البيت تقديرهم بسفر البيت تديرهم شوية على الخل شوية تلمح شوية على السكر فقط رشة من السكر لا تكتريش والدهني بيه حبوب الخشخاش اللي دايما نصحكم فيها و بيها في المملاحات خرم السانوج خرم السمسم وغانية جدا بالمعادن ها هي نحطها القليل كما تقدروا تديروا اي حاجة تقدروا تديروا اي حاجة تقدروا تخلوهم هكا كسامبل بها الطريقة تقدروا تديروا فوقهم الفرماج رابي تاني دوب فوقهم تاني جيرة وعا جدا لكن في الاخر ستتبعوا تحمرهم من فوق ادخلتهم من الفرن نقولكم طريقة الطهي مهمة جدا انكم تطهوهم تشعلوا عليهم بتحتها هي اللولة تخلوهم خمس دقائق من بعد تشعلوا فوق والتحت والذي تشعل الكوشتها من فوق طيب يهم قبل متحتها ومن بعد تطلعيهم في الرف الزاوج اللولة يكونوا في الرف الاول هذه خمس دقائق ومن بعد تطلعيهم في الرف الزاوج ومن بعد تطلعيهم تحمروا الجوانب بشعلهم من فوقها يدوها التحميره وانشاء الله روعة جدا ونقولكم شاهدكم في الجنة استودعكم الرحمن والسلام عليكم رحمة الله تعالى وبعكاته